السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا متابعين الكرام ومتابعين في قناة زرعانجي اهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم في الفيديو عن ددان الكمبوست او ددان انتاج السماد وتحديدا عن ددان او عن نوع الزحف الفريقي الزحف الفريقي زي ما احنا عارفين هو اسرعهم حركة و اكبرهم حجما و اكثرهم انتاجا للفيرمي كومبوست او الاكثر التهاما للمخلفات وتحويلها لسماد اللي هو الكاستورم او الفيرمي كومبوست هنشوف دلوقتي الشكل الشرانق بتاعة الزحف الفريقي زي ما هي موجودة قدامنا دي شرنقة و دي شرنقة تانية لونها بني غامق ميل للأحمر وبتلاقي الاختلاف بينها وبين شرانق الرد ان هي شرانق الرد و شرانق الطايجر اللي اتنين بيكونوا قربين من بعض جدا شرانق الزحف الفريقي بتكون مدببة اكتر زي ما احنا شايفين كده هتلاحظ ان الشرنقة مش دائرية زي ما هو بيكون في شرانق الرد وجلر والتايجر وورب شرانق الزحف الفريقي بتكون مدببة من الاتجاهين زي ما هو واضح كده بالزبط هتلاقيها مدببة من اليمين ومن الشمال دي شكل الشرانق الزحف الفريقي هنحاول نجيب شرنقة تانية نوضح عليها الموضوع مرة تانية المشكلة هنا ان الشرانق لونها قريب جدا من اللون البيئة فعلشان كده ما يتبانش بسهولة هنلاحظ الشرنقة هتلاحظ ان مدببة من قدام ومن الخلف لو جاينا نشوف حاجة تانية يعني نشوف مثلا الشرنقة دي ان شوف نشوف الزحف الفريق مدببة من الاتجاهين مش ملساء زي شران الريد وجلر والتيجر ورم بتكون الشرناء نفسها ملساء ما فيهاش التدبب ما بتلاقيش الشكل العشوائي ده طبعا شكل الديدان الزاحف نفسها احنا شفناها وعرضناها كتير قبل كده تكون بالوضع ده طبعا الديدان زي ما عارفين ان ددان الزاحف هي اكبرهم حجما اكبر اكبر انواع ددان انتاج السماد او ددان الفيرمي كومبوست حجما وكمان اسرعهم حركة لو هتلاحظ كده شوف مدى سرعة هروب الدودة من الاضاءة ومن الازعاج اللي هي متعرضة له بسبب الاضاءة ددان الكمبوست بشكل عام ما بتحبش الاضاء الشديدة ما بتحبش الاضاء اطلاقا مش بس الشديدة افضل عملها او بتقوم بمعظم عملها في الظلمة لذلك دايما بنغطي المزرعة علشان نوفر لها الظلام اللي هي محتاجة لان هي بمجرد ما تكون في الضوء زي ما شوفنا كده بتبدأ تهرب باقصى سرعة علشان تبعد عن الاضاءة هي مش حبة ان هي تكون موجودة في الاضاءة شران الزاحف زي ما قلنا ما بتبانش بسهولة في البيئة او في الفرشة وانت بتقلب الحبيبات اللي احنا شايفينها البيضة ديت ده الكاستورب اللي هي مخرجات ددان الزاحف الافريقي شوف الشرنعة هنا مع المخرجات مش باينة مع ان المخرجات هنا لونها فاتح شوية علشان فيه كرتون بنسبة كبيرة هنا في الفرشة دي فالكارتون فيها هو الغالب فعلشان كده هتلاحظ ان شكل المخرجات او لون مخرجات الزاحف هنا لونها فاتح بالشكل اللي احنا شايفينه ده كل الحبيبات دي كل الحبيبات اللي ظاهرة باللون الابيض الغامق او اللون البني الفاتح هي مخرجات الزاحف الافريقي ودي الشرنعة بالشكل ده كده طبعا لو المدخلات اتكلمني عنها قبل كده لو المدخلات دي دودة حديثة ددان الزاحف الافريقي حديثة الفقس بتكون بالحجم ده كده حجم عقلت صبع تقريبا المدخلات هي المحدد الاساسي في جودة الفيرمي كومبوست في محتواه من العناصر وليس محتواه من البكتيريا او المحتوى الحيوي للفيرمي كومبوست المحتوى الحيوي للفيرمي كومبوست شبه واحد في الاثنين سواء استخدمت مخلفات نباتية او مخلفات حيوانية او مخلفات نباتية حيوانية فالموضوع مش هيكون فارق قوي غير في المحتوى الفيرمي كومبوست من العناصر المغزية الان بكي والعناصر المتوسطة والعناصر الصغرى اما المحتوى الحيوي والبكتيري فالموضوع هيكون مفوش فرق كبير جدا او هيكون الفرق مش كبير بين الاثنين سواء اللي متغزية فيه الددان على مخلفات حيوانية ونباتية بشكل متنوع او فيه تنوع في التغزية بين الحيوانية والنباتية او الديدان اللي اتغزت على مخلفات نباتية او حتى مخلفات الكرتون فالمحتوى البكتيري هيكون موجود ومفيش مشكلة او مفيش فرق كبير بين الاثنين الفرق هيكون في محتوى العناصر اللي افرم معاك اكتر في جودة انتاج الفيرمي كمية الديدان في وحدة المساحة زي ما شرحناها قبل كده وهنوضحها تاني لان جات اسئلة كتير عن الموضوع ده كمية الديدان في وحدة المساحة كل ما زادت كمية الديدان في المساحة يعني لو عندك مساحة متر مربع فيه واحد كيلو هتنتج فيرمي لو فيه اثنين كيلو لو فيه اثنين كيلو في المتر المربع ده اثنين كيلو دود هتنتج فيرمي جودته اعلى طيب لو فيه اربع كيلو هتنتج فيرمي جودة اعلى كل ما زادت لو بقى خمسة كيلو هيبقى فيرمي جودته اعلى واعلى كل ما زادت كمية الديدان في وحدة المساحة كل ما زادت جودة الفيرمي كومبوست اللي هتقدر تنتجه دي اول نقطة النقطة التانية في رفع جودة الفيرمي كومبوست او في زيادة جودة الفيرمي كومبوست هي ضبط معدل الترطيب او ضبط ترطيبك للمزرعة ما ينفعش ترطب المزرعة بتاعتك بكميات مية كبيرة لان ده هيخلي ان يبقى عندك تصريف مية كتير من الصرف بتاع المزرعة المية اللي بتنزل من الصرف بتاع المزرعة دي محملة انت بتغسل الفيرمي بتاعك انت الفيرمي كومبوست اللي انت بتنتجه انت بتغسله لان بترطب بكميات مية كبيرة وكميات المية الكبيرة اللي انت بترطب بيها دي بتنزل من فتحات الصرف بتاخد المحتوى البكتيري وبتاخد العناصر اللي موجودة في الفيرمي وتبدأ تغسلها تنزل في مية الصرف اللي هي هتنزلك في النهاية من تحت في الجردل اللي زي ده شايفين الجردل ده لا يوجد ماء تصرف لا يوجد تصريف كل الترطيب الذي يرطبه هنا فقط على قد احتياج المزرع لو رأيت المزرع من تحت الطبقة السفلية تجد الديدان موجودة فيها مثل الطبقة السفلية التي هي في أرض البرميل هذه هي نسبة الرطوبة فيها في الطبقة السفلية والديدان شغال فيها لا يوجد أي مشكلة و لا يوجد أي ترطيب مثل مع أن هنا كمان أغلبها كرتون أغلب البيئة الموجودة هنا كرتون فضبط الترطيب على قد احتياج المزرع بحيث ما يبقاش عندي مية كتيرة تنزل من فتحات الصرف بس اللي ينزل في فتحات الصرف ممكن نقطة أو نقطتين ما فيش مشكلة خالص إنما ما ينفعش أرطب ويبقى فيه حنفية مية نزلة من فتحات الصرف ولا ايه فتحات الصرف عمالها بتنزل مية من كل اتجاه أنا كده باخسل الفيرمي وبفقد الفيرمي بتاعي الميزة بتاعته أو بفقده المحتوى بتاعه بنفسي أنا بعمله غسيل بنفسي بضيع قيمة الفيرمي بسبب ترطيب الزيادة دول يعتبروا أهم بس كده دي كانت كل حاجة الفيديو بتاع النهاردة أتمنى يا رب الفيديو يكون أعجبكم وفاكم بشي وقدم لكم معلمة جديدة يا ريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس لأول مرة بتشوفنا وكمان يا ريت تكتب لها رأيك أو سؤالك أو استفسارك في تعليق إن شاء الله هنرد عليك في أرواة ممكن شكرا لحسن المشاهدة واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جاي كثيرا استنونا سلاة